اعزائي طلبة طلبات السنواء العامة بقسمها العلمي والادبي ان شاء الله النهاردة الحلقة هتكون على مراجعة الاحصى من قيمة اسبوعين خدت حلقة طويلة على الاحصى وشرحت لك كل ابواب الاحصى النهاردة هرجحها كلها تاني في صورة مساء البقى مراجعة الاحصى مادة صحيح مش مضافة للمجموع لكن هي هتنفعنا فترستنا الجامعية وبتكسبنا مهارات وهو علم زريف جدا نهتم به ونخلي بنا منه نشوف كده مع بعض طبعا ولازم الاكتياس في الامتحان لازم ننجح فيها طبعا لكن المجموع مش مضافة نشوف اول مسألة اذا كان لم الف تقاطع به بيساوي اتنين على خمسة ولام الف بيساوي اربعة على خمسة فان لام احتمال احتمال لام بهش شرط الف بيساوي هل اتنين على تلاتة ولا ربع ولا نص ولا تلات تربع المسألة دي على الاحتمال الشرطي واحنا ماشيين برضو في سكة هنراجع تاني ونخلي بنا نمر واحد الراجل مديني لام الف تقاطع به بتساوي اتنين على خمسة ولام الف بتساوي اربعة على خمسة عايز لام احتمال وقوع الحدث به بشرط وقوع الحدث الف طيب احنا قلنا احتمال وقوع الحدث به مشروط بوقوع الحدث الف اللي بيجي بعد كلمة احتمال هو اللي بيتكتب الاول والشرط يبقى رمز التاني ايه يقول لك علم بكزا او بشرط كزا قلنا لام به شرط الف قبارة عن لام به تقاطع الف على احتمال الف على احتمال التاني طيب الاولان هي مديني لراجل اتنين على خمسة ولام الف عند اربعة على خمسة عملية سهلة جدا نشيل الخمسات يبقى اتنين على اربعة تطلع بنص هل يطار النص ده موجود اه الاجابة اهي لمراجيم تبقى بنص هنظل الجيم ازا فاهم انت الاحتمال الشرط وفاهم القانون وفا العملية سهلة نشوف المسألة التانية يبقى دي كانت على الباب بتاع الاحتمال الشرطي الباب التاني هنشوف بقى من المسألة الجاية ونشوفها على اهن باب طبعا هنحن بندس اربع اواب الارتباط والحضار والتلك والاحتمال الشرطي والمتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية والتوزيع الطبيعي الباب الرابع المسألة دي بقى على الباب الرابع التوزيع الطبيعي بطول ايه ازا كان سين متغير عشوائي طبيعي متوسطه ميون وانحرافه المعيار سجمة فان احتمال ميون والسجمة اقل من او يساوي سين اقل من او يساوي ميوزة السجمة تطلع ايه من النواة جديد افكرك بموضوع الباب الرابع ده نمرة اتنين احنا هدينا المتغير العشوائي سين ده متغير عشوائي بنقول عليه طبيعي متغير عشوائي طبيعي سين لازم سين دي نحولها لمتغير عشوائي طبيعي معياري طبيعي معياري عشان نكشف في جدول للمساحات اللي هو هدهولك في ورقة الامتحال وقلت لك العلاقة اللي بتغير من سين لصاد ان صاد بتساوي سين ناقص ميو على سجمة ايه ميو دي يا استاذ دي الوسط الحسابي او التوقع وسجمة الانحراف المعياري اللي هي جزل التباين طيب انا لازم اكون اعارف العلاقة دي فالمسألة بتقول ايه المسألة بتقول احتمال نمرة اتنين ميو نقص سجمة اقل من او يساوي سين اقل من او يساوي ميو زائد سجمة اول ما بتلاقي سين لازم نحولها لصاد زي ما قلت لك من الطبيعي طبيعي معياري عشان عفا اكشف هنقول ان اطرح منها سين ناقص ميو على سجمة اقل من او يساوي لام ميو ناقص سجمة بطرح ميو على سجمة طبعا من الاطراف التلاتة للمتبينة طبعا عارفين حاجات دي من زمان من درستكم لازم مطرح هترحمل الكل واقسم على الكل في المتبينات طيب ده مين ده بقى سين ناقص ميو على سجمة ما لقولت لك ده المتغير الطبيعي المعياري اللي هو مين صاد الميو هتروح مع الميو والسجمة تروح مع السجمة يبقى بتساوي لام هيطلع هنا سالب واحد وهنا الميو مع الميو والسجمة راحت هيبقى واحد. تمام? اول ما بلاقيها صاد برسم المنحنة اللي هو على شكل الجرزي. واحنا عارفين ان المساحة اسفل المنحنة ده بتساوي احتمال المساحة بتاعتها واحد يعني هنا نص وهنا نص. ابتدي بقى قادسة لب واحد. احدد المساحة وهنا واحد. طبعا واضح قوي هنا السفر. فيه تماثل. والجزئين من المساحات قد بعضها. يبقى بدام فيه تماثل الواحد هنا نظره سالب واحد يبقى ضعف. لام احتمال صاد الزغير سفر. والكبير واحد. بسيطة قوي. يبقى بدام المساحة ما تضعفة. قد بعضها. في سيمتريك هنا تماثل. يبقى هنا واحد وهنا سالب واحد. يبقى ضعف المساحة. تمام? اروح اكشف بقى عند الواحد من الجدول اللي هيدهولك في الامتحان. اللي هو ده زي ما انت شايف. اللي هو جدول الطبيعي المعياري. عند الواحد ده يطلع عند الواحد تحت السفر. هيطلع اتنين في تلاتة اربعة واحد تلاتة. يبقى عند الواحد تحت السفر. نضربها. تبقى ستة وعشرين تمانية ستة علامة. طبعا هل هي موجودة في الاختيارات? اه ستة اتنين تمانية ست علامة. يبقى الاختيار نمرة بها. ارجع لك موضوع الكشف التاني في المنحنة جدول المساحات اسفل المنحنة الطبيعي المعياري. بص يا حبيبي. لما اقول يبقى دي حل المسألة هيبقى بها اللي فاتت. طيب نراجع مسلا لما اقول عايز واحد وتلاتاشر من مية. بروح اكشف عند واحد واحد من عشرة. تحت تلاتة من مية. اروح عند واحد واحد من عشرة تحت تلاتة من مية. واشوفوا الرقم هنا كامل. افرد اتنين. يبقى اتنين صحيح. يبقى الاتنين تحت السفر. زي ما انت شايف كده اهو. وبنقل الرقم. عملية بسيطة جدا. طيب. في مسلا واحد واربعة من عشرة. يبقى واحد واربعة من عشرة تحت السفر. حطينا هنا ستة يبقى واحد واربعة من عشرة تحت ستة من مية. ادي واحد واحد واربعة من عشرة تحت بسلا ستة من مية وتقرأ الرقم اللي هنا. عملية بسيطة ما فيهاش اي مشاكل. والعكس بقى هنعرفه بعد شوية في مسائل تاني اللي هو الكشف العكسي. والجدول ده بيتقول لك في الامتحان. نشوف مسألة تاني. يبقى المسألتين اللي فاتوا مسألتين واحدة على الباب التاني واحدة على الباب الرابع. نشوف المسألة اللي جاية من ضمن مساء المراجعة بتقول ايه? نمرأ تلاتة. بتقول ازا كانت جميع النقاط في شكل الانتشار تقع على خط مستقيم ميلو سالب. خلي بالك. فان معامل الارتباط بين سين وساط بيساوي ايه? هل واحد ولا سفر ولا خمسة من عشرة ولا سالب واحد? اه حتة موضوع شكل الانتشار ده احب اوضحولك تاني شوية. نمرأ تلاتة. ايه شكل الانتشار? ايه ده? بيحت عن ايه? بيحكي عن قوة الارتباط قوة الارتباط بين سين متغيرين سين ووساط وضرق نوعه. ايه? قالوا لو انا الارتباط بين متغيرين سين ووساط عندي ميل خط المستقيم موجب. اه ميلو موجب. يعني بيصنع زاوي حدة. هذا الخط المستقيم. بيصنع زاوي حدة. والنقاط جات وقت عليه. يبقى هنا بنقول ان معامل الارتباط طردي تام. طردي تام. افرد كان الميل بالسالب. يعني بيصنع زاوية منفرجة. عارفين معلوماتكم. وجميع النقاط وقع عليه. يبقى عكسي تام. يبقى سليب واحد. افرد كان شكل الانتشار بين المتغيرين سين ووساط بين عين النقط. وجات النقط كده. فاحنا هنا مفيش اي نوع من الارتباط. يبقى الارتباط منعدم. يبقى بسفر. يبقى لو كانت جميع النقاط تقع على ميل الرقاط المستقيم في الاتجاه الموجب لمحور السينات. بيصنع زاوية حدة. يبقى طردي تام. بيسواحد طبعا. ولو وقع نقط على ميل سالب. يعني هنا الميل موجب. هنا الميل موجب. هنا الميل سالب. بيصنع زاوية منفرجة. يبقى بنقول عليه عكسي تاني. بسالب واحدة. شوية نقط كده يبقى دي ما لهمش اي ارتباط ببعضيهم. يبقى الاره بتساوي سفر. طيب في حاجة تاني. يبقى بين هنا سين ووساط. افرد النقط تقع حوالين الخط. مش عليه. افهم وعمل الميل موجب. الميل عامل زاوية حدة. يبقى ده نوع طردي. نوع طردي. لو النقط وقعة. حوالين هذا الخط المستقيم. وميله سالب. يبقى نوع الارتباط عكسي. ايه الحاجات دي بنتسميها شكل الانتشار? وهو شكل جميل جدا بيعرفك قوة الارتباط بين المطغيرين سين ووساط. بنرجع لما اسألتنا بقى. هتلاقيها سهلة. بيقول ميله سالب. اه. والنقاط بتقع على الخط المستقيم. ركز معايا. يبقى بدان ميله سالب يبقى نختار الاجابة سالب واحد. جميع النقاط وقعة على الخط المستقيم اللي ميله سالب. يبقى معامل الارتباط بين سين ووساط بيساوي سالب واحد يعني عكسي تام. يبقى المعلومة دي تخلي بالك منها. طيب يبقى الاختيار نمرها دال. نشوف بقى نمرها اربعة. بتقول ازا كان صاد بتغير طبيعي معياري. بحيس لم صاد اكبر من او يساوي كاف بتساوي تسعة تلاف تلتمية سبعة وخمسين من عشر تلاف. طيب هتكمت كاف. هل تطلع بالرقم الاولاني ده واحد واربعة وتلاتين من مية ولا سالب واحد واتنين وخمسين من مية ولا واحد واتناشر من مية ولا سالب اتنين وطلاتاشر من مية. الموضوع ده بداية طلبة شوية ازاي اجيب كيمة كاف. هقول لك على طريقة جميلة اول. نشوف كنا من الاربعة. طبعا دي برضو يبقى اللي فاتت كانت شاكل انتشار دي على الباب الاول. المسألة دي بقى على الباب الرابع التوزيع الطبيعي. صاد اكبر من او تساوي كاف. سبعة خمسة تلاتة تسعة. عايز كيمة كاف. شوف بقى يا حبيبي. انا هنا هرسم منحنة الطبيعي المعياري اللي هو بتاع صاد. وانه منحنة جرزي. على شكل نقوس كده. وبعدين المشكلة انا مش عارف بقى كاف دي فين بالزبط. شوف اعلمك حاجة. لما تلاقي اكبر. خلي بالك من اللي هقوله. وتسعة من عشرة هسيبك من ده كله. يعني اكبر من النص. لما لاي اكبر واكبر. او اقل. علامة اقل هنا. واقل من النص. يبقى ارسم في الجزء السالب. احط كاف الجزء السالب. لما لاي اكبر واقل من النص مختلفين. او اقل واكبر من النص مختلفين. يبقى ارسم احط كاف الجزء المجد. يبقى اتحلمنا. اكبر واكبر يبقى او اقل اكبر واكبر من النص او اقل واقل من النص يبقى هنرسم في الجزء نحط كاف الجزء السالب. اكبر واقل من النص او اقل واكبر من النص مختلفين يبقى نحط كاف الجزء المجد. تمام? يعني هطلع كيمة كاف وبعدين اه اه تبقى بالسالب. اقبل من كاف يعني هاخد المساحة دي كلها اسفل المنحلة. طيب بسيطة او. انا ملكي هنا نص. اللي احتمال هنا قيمته نص. وبعدين من سفر الكافة. طبعا هنقول ابارة عن نص زائد لام. وانا علمتك صاد من سفر لكاف الجزءية دي. هتساوي سبعة خمسة تلاتة تسعة علامة. هوادي نص الناحية التانية. العمل يبقى سهل. يبقى لام سفر اقل من او سوى صاد اقل من كاف. دي سبعة اه من هنا صفار يبقى هنا سبعة خمسة تلاتة اربعة علامة. لما دي تطلع بالسالب الرقم ده نقص نص يطلع كده على الالة. تمام. ده بقى محتاج كشف عكسي. يعني اشوف سبعة خمسة تلاتة اربعة علامة عند مين? وهي تحت مين? ده اسمه كشف عكسي. عند مين? وتحت مين? وبالشكل ده يبقى قادر اجيب كمية كاف. طب نشوف كده مع بعض. الرقم اربعة تلاف تلتمية خمسة وسبعين. طبعا لو ما لانهوش لقدر الله ناخد اقرب رقم ليه او بعديه اقرب رقم بعديه او قابليه. اربعة تلاتة. طبعا اه الطالب الناصح يشوف تحت السفر الحاجة من تلاتة واربعين. من مية كده? اهي? الحاجة اولة تلاتة واربعين. يبقى انا عايز سبعة واربعين سبعة وخمسين. قدي تلاتة واربعين سبعة وخمسين اهي? اهي? اه لقيتها عند واحد ونص تحت اتنين. يبقى هنا واحد ونص تحت اتنين من مية. يبقى اقول كاف عبارة عن واحد ونص وحط اللي اتنين من مية. قدي كمية كاف. بس انا رسمها في جزء السالب يبقى ايزا كافة تبقى ايه? سالبة. يبقى هنا الاختيار نمرة به. سالب واحد واتنين وخمسين من مية. يبقى انا كشف العكسي بمسك الرقم بشوفه عند مين? وتحت مين? تلع عند واحد ونص تحت اتنين من مية. يبقى واحد ونص وحط الاتنين من مية. وانا قلت لك من اول حكام للنكاب دي هتكون سالبة. فحطينا الاشارة تبقى لازم كافة سلبة. ويبقى الاختيار نمرة به. يبقى عملية سهلة جدا انت بتقدر تحكم وتقدر تتوقع كاف هنا اكبر والناتج بتاعها اكبر من النص او اقل واقل من النص الناتج ده يبقى في الحالة دي باكبر واكبر واقل واقل نرسم في الجزء السالب. تطلع كافة ونحط لها اشارة سلبة لان انا عارف انها واقعة في الجزء السالب. لو اكبر واقل من النص او اقل واقل من النص نرسم كافة جزء المجب. ونحدد المساحة اسفل المرحلة. عملية سهلة. نشوف بقى مسألة نمرة خمسة. بتقول ايه نمرة خمسة? كيس. خلي بقى لك مسألة حلوة. على الاحتمال الشرط برضو. كيس يحتوي على تلات كرات الباب التاني على تلات كرات بيضاء. وخمس كرات سوداء. وسبع كرات حمراء. سحبت كرتين الوحدة وراء الاخرى. بدون احلال. يعني هياخد ومش هلجع. اول حاجة احتمال الكرة الاولى سوداء. والتانية بيضاء. طيب. يعني المسألة دي بتحكي على ايه? مسألة حلوة. نمرة خمسة. عندي كرات بيضاء. عددها تلاتة. كرات سوداء عددها خمسة. كرات حمراء عددها سبعة. انت هتاخد كرة وراء الاخرى والراجل قال لك بدون احلال. يعني هتاخد ومش هترجع. يعني بدون تكرار. انا عايز احتمال المطلوب الاولاني. احتمال الكرة. الاولى السوداء. و خلي بالك من كلمة و التانية بيضاء. كلمة و يعني من مبدأ العد بنور عليها ضرب. وكلمة او بنور عليها جمع. طيب. حبيبي انت عايز الكرة اقول لها سوداء. يبقى فرصة الكرة السوداء عندي خمسة. الفرصة بتاعتها خمسة. ودايما الاحتمال الجزء على كل. على كل الكورة تلاتة وخمسة. تمانية وسبعة خمستاشر. يبقى هنا السوداء خمسة على الفرصة بتاعتها خمس مرات. خمس كور. يبقى فرصة يبقى اي واحدة من الخمسة. اللي هي خمسة الفرصة بتاعتها خمسة. يبقى خمسة على خمستاشر. جزء على كل. وكلمة و بتاعني فيه بيضاء بقى. كم كرة بيضاء. تلاتة. انا عايز واحدة. طيب. بس خلي بالك. انت دلاتة سحبت كرة سوداء. يبقى تخلي بالك من اللي هقوله. يبقى كل بيضاء خمستاشر يبقى الكيس فيه اربعتاشر. كرة بس. ويه الكور البيضاء محلل لها اي واحدة من التلاتة يبقى احتمالها تلاتة على اربعتاشر. شوف ازاي بخسم. خلي بالك. كان الكيس كله خمستاشر كورة. الكيس كله كان خمستاشر كورة. فطبعا سحبنا كورة سوداء. اصبح الكيس في اربعتاشر كورة. والفرص بتاعت الكورات البيضاء تلاتة. يبقى تلاتة على اربعتاشر. بس عمالها بسيطة كده. يبقى ده الاولا السؤال الاول. طبعا دي مع دي فيها التلاتة ودي راحت مع دي. تطلع واحد على اربعتاشر. هل يطار واحد على اربعتاشر موجودة? اه نمرة بها. طيب ده المطلوب الاولاني. ثانيا. احتمال الكورتين حمر. اه خلي بالك. اللي اتنين حمر. انت عندك كورة حمره? سبعة. يبقى سبعة عكل خمستاشر. كورة حمره وحمره. في واي يعني? يعني فيه. طيب. لما انا سحبت كورة من الكيس. الكيس اللي كان فيه خمستاشر كورة يبقى الباقي كام? اربعتاشر كورة. يبقى فرصة اللحمر وانا خدت واحدة حمره يبقى فرصته بعد كده ستة. مش سبعة. يبقى ستة على اربعتاشر. يبقى باخصى من كل كورة. ومن الكورات الحمره عشان اتكررت بقى عندي ستة كورة بس فهتطرى اخصب كمان من الكورة الحمره. واضح ان دي معادي فيها الاتنين. وبعدين على التلاتة اتنين. وعا التلاتة خمسة. واللي اتنين هتروح معا الاتنين تطلع واحد على خمسة. هل هي طرى واحد على خمسة موجودة? اه. الاجابة نمرة الف. شوف هنا خصمت من الكل في السحبة التانية. بدل خمستاشر كورة خليتهم اربعتاشر. وهي ايه? عشان الكورة الحمره متكررة. فطبعا انا خدت كورة من السبعة يبقى الفرص بتاعتها البقية ستة. يبقى بخصم من الكورة السبعة الحمره كورة يبقى ستة. ومن الكل كورة يبقى اربعتاشر. في السحبة التانية. ويبقى هنا تلعت واحدة على خمسة اللي هي الاجابة الف. طيب الكورة الاولى بيضة. والتانية حمراء. سالسا. يلا. يبقى احتمال الكورة الاولى بيضاء. والتانية حمراء. ماشي. اللابيض ليه تلات فرص. يبقى تلاتة على كل خمستاشر. وما تنساش فيه. التانية حمراء. فرصة الاحمر سبعة. بس الكورة اللي هتبضل في الكيس هنقسم منها واحدة يبقى اربعتاشر. نخلي بالك. الكيس كله كان خمستاشر خدت كورة بيضة يتبقى اربعتاشر كورة في الكيس. وفرصة الاحمر سبعة يبقى سبعة على اربعتاشر. طبعا دي معا دي فيها الخمسة. ودي معا دي فيها الاتنين. تطلع واحد على عشرة. هل بتشوف بقية الفرص لكورة التانية. لو كورة قررت بتقسم من الكل ومن الكورة اللي هي قررت بتقسم واحدة وواحدة في السحبة التانية. ودي الاجابة نمر دال. وعملية سهلة ما فيهاش اي مشاكل. والاحصى علم البرابيليتي. علم قوي. الاحتمال. وينفعنا في حياتنا. وليه قوانينه. وانا رجعتها لك في الحلقة القبل السابقة. وهرجعها لك تاني واحنا مشيين في السكة. نشوف نمرة ستة. برضو على علم الاحتمال. تقدم شخصين. لاختبار في قيادة السيارات. فاذا كان احتمال نجاح الاول سبعة من عشر. واحتمال نجاح التاني لنفس الامتحان ستة من عشر. فان احتمال نجاح الشخصين معا. هل يطال يطلع خمسة وتلاتين من مية? ولا سبعة واربعين من مية? ولا اتنين واربعين من مية? ولا تلاتة وعشرين من مية? دلوقتي انا عندي شخصين رايحين يمتحنوا في قيادة السيارة. احتمال النجاح الاول مش هيقصر على احتمال نجاح التاني. كل واحد مش هيقصر احتماله على التاني. وده مش هيقصر فبنقول الحدسين دولة مستقلين. لنجاح الاول هيقصر على التاني ولا نجاح التاني هيقصر على الاول. يبقى حدسين مستقلين. افهم كده. زي المسألة ديتها لك قبل كده الراجل والستة ويعيشوا لسن ستين ايه احتمال ده واحتمال ده لحد سن ستين. لا الرجل هياخد من عمر المرأة ولا المرأة تاخد من عمر الراجل. هنا برضو نجاح الشخص الاول في قيادة العربية ما يرتبطش بنجاح التاني. كل واحد لوحده. يبقى نفهم ان ده حدسين مستقلين. والحدسين المستقلين قلت لك يبقى ستة. هنقول واضح ان الحدسين مستقلين. ليه? نجاح الاولان مش هقصر على نجاح التاني. هو بيقول لك احتمال نجاح الشخصين معا معا يعني تقاطع. آه يبقى لام الف تقاطع به. عبارة علام الف في ده قانون للحدسين للحدسين المستقلين. تقاطعهم حصل ضربهم. الراجل المديني احتمال نجاح الاول سبعة من عشرة. احط سبعة من عشرة. التاني ستة من عشرة. سبعة ستة باتنين واربعين يبقى لعلامة بعد خانتين يبقى اتنين واربعين من مية. عملية سهلة جدا. جيم. بس نفهم ان الحدسين مستقلين عشان اقدر احدد القانون بتاع التقاطع. يبقى دي اجابة جيم وده اولا. طيب على نفس المسألة. بيقول احتمال نجاح احدها وما على الاقل. على الاقل يعني اتحاد يا حبيبي. يبقى سانيا احتمال نجاح احدهما على الاقل. اللي فاتت نجاح الشخصين معا. نجاح احتمال نجاح الشخصين معا. نخلي بالك. اللي هو تقاطع يعني. كلنا عارفين على الاقل يبقى اتحاد لم الف اتحاد به. عبر عن احتمال الاول. زائد احتمال التاني. نقص احتمال تقاطعهم. احتمال الاول يا حبيبي بسبعة من عشر. ايه التاني بستة من عشر. التقطم انا جايبه من اولا. طلع اتنين واربعين من مية. تمام. حط هنا سفر عشان ما تغلطش وهنا سفر. يعني اكني مية وتلاتين. والعلامة بعد رقمين. ناقص اتنين واربعين من مية. تطلع تمانية. عشرة شل منها اتنين يبقى تمانية. دي اتناشر شل منها اربعة يبقى تمانية. يعني تطلع تمانية وتمانين من مية. الاجابة النمرة الف. شفت ازاي? العملية سهلة. ومعلومات ممتعة. انت بتاخد الاحصى عشان تتعلم. صار في النظر بقى مضافة ومش مضافة. احنا عايزين علم. هيفيدك في حياتك الجامعية. عملية سهلة جدا. نشوف مسألة تانية. المسألة التانية بتقول ايه? نمرة سبعة من ضمن مسألة المراجعة. برضو على الاحتمالات. خلي بالك. طيب اه نطلع في واصل اعزائنا الطلبة السنوية العامة. ونرجع لكم ان شاء الله. اعزائنا طلبة السنوية العامة في برنامجكم مدرسة على الهوى. في مراجعة الاحصى. وطبعا احنا قدامنا حوالي شهر على الامتحان وكم يوم. اعمل اللي تقدر عليه. ويبزل مجهود. والباقي ده سيبه للي خلقك. هو عارف انت بتتعب قد ايه? وبتتمنى ايه? وعارف كل حاجة. بس لازم نعمل اللي علينا. ربنا اديكم الصحة. وحافظ عليكم. نشوف نمرة سبعة. يلا كده ننشط ونخلي بالنا مرضي عش اي وقت. ازا كان الف وبحد حدسين من فضاء العينة لتجربة عشوية. الراجل مديني لم قلب بنص لبه شرطة بربع. ولم الف التحبيب سوا على تمانية. عايز لم الف شرط بها. طيب انا قلت لك وانا بشرح الاحتمالات قلت لك اي حاجة فيها شرطة من عدم وقوع نخليها لوقوع. يعني هنا احتمل عدم وقوع به نخليها وقوع يبقى وهنا لم الف التحدي من دهاني بسبعة لتمانية. طيب ننظف اي حاجة فيها شرطة. يبقى هنا قدر اقول ان لام به عبارة عن واحد ناقص لام به شرطة كلنا عارفين. احتمال لا وقوع لوقوع. يبقى لازم ننظف الشرطة دي. واحد ناقص روك تطلع تلات تربع. يبقى انا جبت كده لام به. انا عندي لم الف لام به الاتحاد. الراجل عايز. احتمال وقوع الحادس قلب بشارط به. كلنا عارفين. اه. يبقى عبارة عن لام الف تقاطع به على لام به. بس انا معديش تقاطع. علمتك في علم الاحتمال تكون زكي. الشرط تتخلص منها واي حاجة لها قانون فقه. لان ده لغز الاحتمالات. يبقى انا هاجي هنا عالجنب. اقول لام الف اتحاد به. عارفينه لام الف زائد لام به ناقص التقاطع. ده بكام بسبعة على تمانية لم به بنص التاني بتلات اربع. ناقص لم الف تقاطع به. هجبدي هنا وجبدي هنا. يبقى هطلع دي بالموجب. ودخل دي بالسالب. بالراحة كده. الف تقاطع به. واي حاجة تعدي نغير اشارتها. اه زي ما احنا عارفين من دراستنا. سبعة على تمانية. واضح المقام تمانية. يعني دي ما فطه باربعة على تمانية. اضرب اتنين فوقه تحت يبقى الستة على تمانية. نقص السبعة على تمانية. عشرة يبقى تطلع تلاتة على تمانية. او تجمحها بالالة برحتك. خلاص عرفت التقاطع? اعود بقى يلا. يبقى عبارة عن تلاتة على تمانية. ولم به تلاتة على اربعة. التلاتات دي هتروح. ده يطلع ده ينزل يبقى اربعة على تمانية تطلع بنص او بالالة برضو. خصوصا طلبة ادب اللي يعني ما ما بيرسوش الرياضة كتير. يبقى الاجابة نص. عملية سهلة جدا. في مطلوب تاني عايز بقى ايه? عايز سانيا. شوف سانيا. عايز احتمال. الف شرطة بشرطة به شرطة. طيب. انا علمتك يا حبيبي اي حاجة. بشرط نتخلص منها. هنقول دي الف تقاطع به. الف شرطة تقاطع به شرطة على احتمال به شرطة. بنفس الشرط. احنا قلنا في عالم اسمه قال ايه? لما يكون فيه شرطتين نخليهم شرطة واحدة ونقلب التقاطع للاتحاد. قلناها قبل كده يعني دي الف اتحاد به الشرطتين دون نخليهم شرطة واحدة. ونقلب التقاطع للاتحاد. ولو كان اتحاد نقلبه ايه? تقاطع. يبقى الشرطتين نخليهم شرطة. التقاطع يبقى اتحاد لو كان الاتحاد يبقى تقاطع. واحنا عارفين لام به شرطة. حتى هو كان مدهاني في رأس المسألة بربع. او ممكن نخليها واحد نقص لام به. طيب. لام الف اتحاد به شرطة به الكل شرطة لها واحد ناقص احتمال لام الف اتحاد به على لام به شرطة. اي حاجة بشرطة? واحد نقص الحاجة من غير شرطة عارفينها. طيب الاتحاد بكام يا حبيبي? بسبعة على تمانية. الاتحاد بسبعة على تمانية. نحط سبعة على تمانية. يبقى واحد نعملها من هنا. واحد ناقص سبعة على تمانية. لم به شرطة. كان مدهاني الراجل في المسألة بربع. دي تطلع تم. ودي ربع. طلع دي. نزل دي. تطلع اربعة على تمانية تطلع الاجابة نص. هل يا طرى موجودة? اه نمرة الف. يبقى عملية سهلة جدا ان ما فيهاش اي مشاكل. لم الف شرطة شرطة بها الشرطة. خليهم بالشرطة يبقى نفس القانون. الف شرطة شرطة. تقاطع بها الشرطة على لم بها الشرطة. ايه الشرطتين? قلنا في عالم اسمه ديمورجن هولة في الحصة اللي فاتت. قال الشرطتين نخليهم شرطة واحدة ونقلب التقاطع على الاتحاد او الاتحاد التقاطع. يبقى لم الف اتحاد بها لكل شرطة. طب لازم انضف الشرطة دي يبقى واحد ناقص الاصل. دايما الشرطة ان شاء لها واحد ناقص الاصل. احتمال الفضاء كله واحد ناقص لام الف التحاد بها. وعوضنا ومسألة ما بقاش فيها اي صعوبة. نشوف مسألة تانية. المسألة الجاية بتحكي على اهل باب. مسألة المرة التمانية بتحكي على الباب الرابع. يبقى انا اه جيت خدت حاجة على الباب الاول وخدت حاجة على الباب التاني والباب الرابع. وبقيت الباب التالت ان شاء الله هجاي مسائل برضو. والاول برضو جاي المسائل وهكزا. ازا كان سن متغير عشوائي طبيعي متوسطه ميوم بعشرة. انحرافه المعياري سجمة باتنين ونص. عايز لام سين اقل من او تساوي اتناشر ونص بيساوي ايه من النواتج الاربعة دولار. قلت لك يا حبيبي مدام قل متغير عشوائي طبيعي يعاني سين. يبقى لازم احاولها للصاد عشان ارسم المرحنة عشان اعرف اكشف الجدول بتاع المساحات بتاعه. المعياري. ما لازم حول انصار. طيب. يبقى نمرة تمانية اولا. اول ما بلاقيها طبيعي خليها طبيعي معي. يبقى لامسين اقل من اتناشر بسيطة. لعبة بسيطة. عشان دي تبقى صاد. ايوة. عشان اقدركش بقى في الجدول. وادرس من المنحنة. يبقى سين ناقص ميوم على سجمة. طرحت من هنا ميوم على سجمة يبقى هنا برضو اتناشر ونص ناقص ميوم على سجمة. عملية بسيطة. دي تبقى لامساد اقل من اتناشر ونص. هو قال لي الميوب عشرة. وانحراف معياري اتنين ونص. لا لا. اه انحراف معياري ده جزر التباين. يعني ممكن يديك ستة وخمسة وعشرين من مية. يبقى جزرها اتنين ونص. السجمة جزر التباين اللي هو سجمة تربيع. يعني ممكن يديك تباين تاخد جزره. لو اديك تباين خلي بالك عشان دي سجمة تربيع. يعني عايز سجمة. القانون عايز سجمة. يو اخد الجزر. للرقم. ادي لك الحرف المعالي ده على طول خلاص يبقى هو ده نفس الرقم. يبقى هنا الميوم بعشرة. السجمة. الدهاني. لو كان الدهاني التباين كنت خدت الجزر. عملية بقى بسيطة. هقول لي يبقى لام. طبعا تسير نقص منه على سجمة. شلتها وحطيت بدا لها صاد. عشان اقدر ارسم المنحنة بتاعها. يبقى صاد. نشر منها عشرة يبقى اه اتنين ونص على اتنين ونص عملية سهلة جدا. يبقى فيها الواحد. يعني صاد اقل من الواحد. تمام. ارسم منحنة طبيعي المعياري. وابتدأ حد بقى المساحة. قد الواحد هنا اطلح بخط رأسي اقل يعني كل ده لحد نهاية المنحنة. انت تملك المساحة هنا نص المنحنة بنص. يبقى اقول نص زائد. عبر بقى عن جزء المظلل ده. لام صاد زغير كبير. تاني. لام صاد زغير صفر كبير واحد. ده الزائد عبر عن المساحة. لام صاد زغير كبير تاني. لام صاد زغير كبير. لها الجزئية دي. يبقى خمسة زائد. ده تلاتة اربعة واحد تلاتة. طبعا نكشف عند الواحد تحت السفر. من الجدول. هيطلع واحد تحت السفر. هيطلع تلاتة اربعة واحد تلاتة. لما نجمعهم يبقى تلاتة واحد اربعة تمانية علامة. هل الرقم ده موجود? تلاتة واحد اربعة تمانية علامة اللي هو ده. يبقى الاجابة نمر به. عملية بسيطة جدا. دايما ما يدينا سين احولها الصاد من طبيعي لطبيعي معياري. طيب. بيقول سانيا في نفس المسألة. لم سين اكبر من او تساوي كاف. لاجي انا تاني الموضوع كاف. ماشي. بس هنا انا جيبها لك العكس بقى. سانيا. لم سين اكبر عشان اضربك. اكبر من او تساوي كاف. تساوي واحد زيرو خمسة ستة علامة. ايه ده يا ابني? اكبر. وده اقل من النص. اقل من النص. يبقى لازم اكبر واقل الاتنين مختلفين او اقل واكبر من النص ارسل في الجزء الموجة. يعني حط كاف جزء الموجة. هو بتدي حدد مساحة. بس انا مش هعمل كده غير لما حاول سين لمين لصابت. يبقى هادي هقول لام سين ناقص ميو على سجمة اكبر من او تساوي كاف ناقص ميو على سجمة. من طرفين متبينة. والرقم ده عايش مع نفسه زي ما هو. دي تقى لام صاد اكبر من او تساوي. خلي بالك. خلي بالك. دي بصاد. الكاف الميو كانت بكام بعشرة. السجمة باتنين ونص. خلي بالك. وبتساوي ستة خمسة سفر واحد علامة. احنا اتفقنا بقى لما نيجي نرسم. يبقى انا هحط كاف الجزءية الموجبة. هقول كاف ناقص عشر على كمين لص. بطريقة سهلة جدا. واحددها كده. عشان نطلع قيمة كافة. عشان قولنا اكبر واقل من النص. مختلفين يبقى ارسم في الجزء الموجبة. طب صاد اكبر يعني ظلل لحد نهاية الديل اكبر كده. اه خلي بالك. انا عايز اطلع جزء المظل بك على المساحة ده. هقول نص نقص البياض يطلع السواد. تاني بقى. نص من هنا ل هنا نص المرحنة احتماله نص. المساحة الاسفل المرحنة احتمالها نص المرحنة بنص. نقص جزء الابيض. ازاي بنعبر على الجزء الابيض? الجزء الابيض. الجزء الابيض. ازاي تعبر عنه? لام صاد زغير كبير. تاني. لام صاد زغير كبير. تاني. ها? لام صاد زغير كبير. يبقى كلها نص. عايز اطلع جزء المظل ده. اشيل منه جزء الابيض ده. لام صاد زغير كبير. تاني. لام صاد زغير كبير. يعني هقول نص ناقص. عشان طلع جزء المظلل. لام صاد زغير سفر كبير كافر ناقص عشرة على اتنين ونصف. ايه الكلام ده بستة خمسة زير وواحد. هوادي ده الناحية التانية. اللي بالي كده بالراحة. يبقى سالب زيرو اقل من صاد اقل من كاف ناقص عشرة على اتنين ونصف. وبعدين اجي هنا في الهامش. هتبقى ستة خمسة زير وواحد علامة ناقص خمسة. عشان بنغير الاشارة. طب نطرح كده بالراحة. كاف ناقص عشرة على اتنين ونصف. هتطلع سالب يعني نحط التلات سفار يعني عشرة شميلة ستة اربعة. تسعة شميلة خمسة اربعة. تسعة. ودي اربعة يبقى تلاتة. اربعة شميلة واحد يبقى تلاتة. هشيل السالب مع السالب. اصبح بقى طالما فيه كاف يبقى لازم فيه كشف عكسي. اروح ادور على تسعة وتلاتين اربعة واربعين. من الدليل اللي هو تحت السفر حبيبي. حاجة اول تسعة وتلاتين. فين بقى تسعة وتلاتين. اه قريبة منها تمانية وتلاتين. طب هتدور هتلاقي تسعة وتلاتين اربعة واربعين. اه فعلا. انا هنا بجيب حاجة اولة تسعة وتلاتين من مية. ما لقيتش تمانية وتلاتين من مية. اللي اخر الرقم هنا يعني. اتوقع ان المساحة الرقم اللي بدور عليه هيجي في الصف بتاعها او في ايه او تحته. تلعت تسعة وتلاتين اربعة واربعين. تلعت عند واحد وتنين من عشرة تحت خمسة من مية. يعني بنقول تسعة تلاتة اربعة كشف عكسي يعني برجع دي جاية منين قلنا من واحد واتنين من عشرة. اهي واحد واتنين من عشرة تمام تحت خمسة من مية. يبقى واحد واتنين من عشرة تحت خمسة من مية. عملية سهلة. جاية من عند واحد وتنين من عشرة تحت خمسة من مية. يعني اقدر اقول بقى كاف ناقص عشرة على اتنين ونص هتساوي ادي واحد واتنين من عشرة والخمسة من مية يعني واحد وخمسة وعشرين من المية. هتنطي بقول يبقى كاف ناقص عشرة. هتساوي. هضرب دي هنا. يلا. يعني نعملها في ورقة تانية كده الحتة دي. يبقى كاف ناقص عشرة على اتنين ونص. بتساوي كشف العكس تلعى واحد وخمسة وعشرين من المية. هضرب دي هنا. يلا. يعني كاف ناقص عشرة. بتساوي واحد وخمسة وعشرين من المية. في اتنين ونصف. واحد اتنين خمسة. آآ اتنين خمسة. دي خمسة وعشرين معانا اللي اتنين ستمية خمسة وعشرين. ودي ماتين وخمسين. خمسة تنين واحد تلاتة. بعد هتساوي تلاتة وواحد وخمسة وعشرين من مية. انت بقى تجيب الحاجات دي بالآلة. ودي ناحية التانية بالموجب يعني كاف عبارة عن تلاتة وواحد وخمسة وعشرين مية خمسة وعشرين من الف زائد عشرة. يعني كاف تطلع تلاتتاشر صحيح ومية خمسة وعشرين من الف. هل يا طرى الاجابة دي موجودة? آه. شوفت بقى? نمرجين. بضرب صح. بالآلة بدماغك. المهم وبعدل اشارات صح اللي حاجة تعدي يساوي غير اشارتها لطلبة قدبي خلي بالك. وبطرف صح وبخلي بالي. وطبعا طلبه في كاف عايز كافي وقال لازم في كشف عكسي. وانا علمتولك. يبقى دي الاجابة نمر ايه? يبقى انا هنا خدت لك موضوع كاف اجيبه. آآ ازاي? وعرفتك لما يكون اكبر واقل اكبر واقل من النص اعرف اني لازم احط كاف جزء المقابل. اقل واقبر من النص بختلفين برضو. يبقى برضو في جزء المقابل. اكبر واقبر من النص اقل واقل من النص احطه في جزء السالب وطلع خيمة كاف واحوض عنها بالسالب. احط كيمة سالبة لها. عشان انا هرسمها في السالب. دي كانت مسألة المرة تمانية ومن المسائل المهمة في الامتحان. آآ على التوزيع الطبيعي. نشوف بقى نمرة تسعة. برضو نمرة تسعة انا ده مكتر شوية في الباب الرابع عشان كان قرب نهاية الحلقة اللي انا عملتها بتاعة مراجعة الاحساء كلها. فبزود في الباب الرابع اكتر عشان كان وقتها قراب يخلص. نمرة تسعة. بتقول ايه? ازا كان اطوال الف طالب في احد المدارس هي متغير عشوائي طبيعي. اول ما يقول طبيعي يعني سين. متوسطه مية وستين. انحراف المعياري خمسة سنطي. ممكن يقول تباينه خمسة وعشرين اخد الجزر. عشان اجيب سجمة. التباين سجمة تربيعي. انحراف معياري سجمة. وتم اختيار احد هؤلاء الطلاب عشوائيا فان احتمال ان يكون الطالب يقع بين مية خمسة وخمسين ومية سنتيمتر ومية خمسة وستين سنتيمتر. يعني الطالب في طوله في ما بين مية خمسة وخمسين سنتيمتر. ومية خمسة وستين سنتيمتر. ايه من الاجابات دي? حبيبي انا عايزة تتعلم حاجة. ازاي تقطع من مسألة? الراجل بيقول لك متغير عشوائي طبيعي. يبقى انت الراجل فاهم وفاهم نواتج التعلم الطبيعي يعني سين ونواتج التعلم بتاعة الباب دي اللي انت بتحول ازاي سين لصاد من طبيعي الطبيعي معياري عشان ترسم المنحنة وتكشف جدول المساحات بتاعته. يبقى المسألة كلها على سين. يجي يقول لك بقى سين يبقى كل المسألة سين يبقى سين محصورة بالمية خمسة وخمسين ومية خمسة وستين. مطلوب تاني يقول لك اكبر يزيد يبقى سين اكبر. يقل اقل من كذا يبقى سين اقل. يبقى كل الحاجات تيجي لسين. بس عملية وسطة جدا. وبعدين تبتدل تتصرف تحول من سين لايه? لصاد. طيب نشوف كده اول مسألة. نمرة تسعة. مطلوب اولاني. هجا اقول له لام سين محصورة انت قلت بابين مية خمسة وخمسين ومية خمسة وستين. تمام. يلا. قال لي اكبر من رقم يبقى كل الحاجات تيجي لسين. عشان هو من الاول قال لي متغير طبيعي. يبقى كل حاجات تيجي لسين وبعدين حولها لصاد. اكبر من كزا اقل من كزا ينحصر من كزا وكزا كلام. كله على سين وبعدين احول له صاد. واحط المتبين صح الصغير هنا وبعدين هناك كبير. يلا بقى نهجم على حل المسألة هنحول سل صاد. يبقى سين ناقص ميو على سجمة. اقل من مية خمسة وخمسين ناقص ميو على سجمة. وهنا مية خمسة وستين ناقص ميو على سجمة. قلت لك انا ما بنعمل حاجة في المنتبين بنعمل لاطرافها كلها. هنا وهنا وهنا. طرحت ميو على سجمة هنا ميو على سجمة هنا ميو على سجمة. هشيل دي بقى بيه? واحط بدلها صاد. عملية جميلة. وسهلة يا ابني. الميو بقى بكام? متوسط حساب او متوقع مية وستين. وانحراف مقاري اللي هو جزل التباين. لو قال لتباين هاخد الجزل. قال انحراف مقاري اللي هو بخمسة يبقى خلاص. يبقى مية خمسة وخمسين. وقلنا الميو طلعت قال لي بمية وستين. والسجمة بخمسة. تمام. وهنا مية خمسة وستين ناقص مية وستين الميو على الخمسة. عملية سهلة جدا. مية خمسة وخمسين ناقص مية وستين يديك سالب خمسة على خمسة يديك سالب واحد. اعملها بالقال اعملها زي ما تعملها. المهم ما تغلطش. ده مية خمسة وتنى شميل مية وستين يبقى خمسة على خمسة فقا لوحد. الله ايه ده في تماثل ما بين سالب واحد واحد مساحتين ادى اه جزئين ادى اسالب واحد وهنا�� اهن مساحتين هنا ادى بعضهم. يبقى اخد داعف. واحدة من Them. يبقى اول بقى ده من المساحة هنا قد هنا من واحد لساة الواحد يبقى المساحتين قد بعض من السيمتريك التماسل ده يبقى تنين لام صاد اه من سفر لوحد من سفر لوحد هروح اكشف عند مين بقى عند الواحد الواحد تحت السفر هيطلع تلاتة اربعة واحد تلاتة حافظناه تلاتة اربعة واحد تلاتة يبقى الواحد تحت السفر تلاتة اربعة واحد تلاتة علامة ستة وعشرين تمانية ستة علامة يبقى ده اه المطلوب الاولاني احتمال ان يكون الطالب يبقى ده احتمال المساحة بتاعته اه الاسفل المرحنة تلعى ستة اتنين تمانية ستة علامة ستة اتنين تمانية علامة اه ستة اتنين تمانية ستة علامة لهم رجيم يبقى اظل الجيم طيب يبقى احنا كل الحاجات بيتيجى على الطبيعة اللي هي سين وازاي حاول منسل مين للصواب عملية سهلة اول قال لي انحاسر يبقى سين محصورة بين الحاجتين قال لي اكبر يبقى سين اكبر اقل يبقى سين اقل عملية سهلة جدا بس فيه مطلوبين بيبقى دايما طالبهم جاي المطلوب التاني كده عدد الطلبة الذين يزيدين يزيد طولهم عن مية خمسة وستين وتمانية من عشرة سمتي يزيد يعني اكبر يعني لامسين كل الحاجات هتيجي لسين وبعدين احولها لصواب ايه بقى موضوع عدد الطلبة الناتج اللي اطلع من المساحة اضربه في عدد الطلبة اللي هو الف طب قال لي هات النسبة المقاوية لعدد الطلبة اللي بزيد اطولهم عن مية خمسة وستين وتمانية من عشرة نسبة مية يعني ارجع خنتين ارجع خنتين من العلامة عن اليمين ناحية اليمين كده وحط علامة في المية بس يعني يطلب يعني عدد يعني نسبة مقاوية تمام يلا نكون المتباني بتاعتنا على طلبة بزيد اطولهم عن الكلام ده ماشي عملية سهلة يلا يبقى ثانيا هنقول يلا نكون المتباني بتاعتنا يبقى لام سين اكبر من مية خمسة وستين وتمانية من عشرة اول ما بلاقي سين خلاص لازم غزبا عني حاولها نصات يبقى سين نقص ميو على سجمة من المتبينة التانية من الطرف التاني المتبينة تمانية علامة خمسة ستة نقص ميو على سجمة دي كلها يا حبيبي قولنا سات وهو لازم اجيب سات عشان ارسم منحانة بتاعها واكشف جدول المساحات الخاص بيها خمسة ستة واحد تمانية علامة وهو الجدول هيدهه لك في ورد الامتحات الميوب كام يا حبيبي احنا اقللنا مية وستين والانحراف المعالي خمسة ماشي يبقى مية وستين وهنا خمسة يعني لام سات اكبر من تطلع خمسة مية وستين شين منها مية وستين يبقى خمسة وتمانية من عشرة على خمسة نقسمها خمسة علامة تمانية خمسة يبقى واحد آآ واحد هتبقى تلاتة يبقى ستة تطلع خلاص يبقى صاد اكبر من واحد وستاشر من مية يعني بيقولك ايه اللي بالك احط واحد وستاشر من مية هنا اكبر يعني اظلل هنا يلا يبقى نص ناقص البيض يطلع السواد عملها سهل جدا نص ناقص البيض يطلع السواد الجزء بتاع المساحة اللي هي اسفل مرحلة ازاي اتعبر عن الجزء اللي هو بيض علمتك لام صاد زغير كبير لام صاد زغير كبير يلا يبقى دي عبارة عن نص ناقص الجزء اللي هو بيض عشان يطلع جزء المظلل بتاع المساحة لام صاد زغير سفر كبير واحد وستاشر من مية بعد ما عناها اسمها تقسمها على الالة تقسمها بنفسك براحتك دي يا حبيبي واحد وستاشر من مية يعني هكشف عند مين نكشف ها عند واحد وواحد من عشرة دا من عند الكسر العشري تحت ستة من مية تمام نشوف كده بعد ما بعد واحد وواحد من عشرة تحت ستة من مية يبقى خمسة علامة تطلع سفر سبعة سبعة تلاتة علامة تمام يبقى عند واحد دا بقى مش كشف دا كشف عادي عند واحد واحد من عشرة بمشي وانزل تحت كام ستة من مية بمشي نقطة تقطوح ويبقى دا الكشف العادي لو رجعنا جاي منين وتحت مين يبقى كشف ايه عكسي لكن دا كشف عادي احط تلات تصفار كده يبقى زيره عشان هفترح هنا تلاتة تسعة يبقى تنين واحد علامة طيب هو عايز عدد الايه الطلبة دي نتيجة المساحة هي طلعت هضربها في عدد الطلبة بعد عدد الطلاب هو قال لالف طالب يبقى تلاتة اتنين واحد علامة في الف يعني هيطلع تلاتة اتنين واحد علامة بعد اربع ارقام يعني كل دا طار اه يعني يطلع مية تلاتة وعشرين طالب مية تلاتة وعشرين طالب عملية سهلة جدا طب هل مية تلاتة وعشرين طالب دي بوجودة اه نمردال يبقى الحمد لله دربيات مصبوطة وكل حاجة مصبوطة دا دال يبقى لو سأل في عدد الطلبة بعد ما اجيب المساحة تضرب في العدد طب ايه في اتقال لك نسبة مقوية الرقم بتاع المساحة واحد اتنين تلاتين علامة ارجع خنتين كده كنت بقول لك علامة شوية ارجع خنتين يبقى اتناشر وتلاتين من مية في المية لو قال لك عايز النسبة المقوية لو قال لك عايز النسبة المقوية وهنا لو عايز عدد الطلبة اضرب في العدد بعد ما اجيب المساحة اسفل المرحلة دي كل الحاجات اللي بطلبها للنسبة للتوزيع الطبيعي. نشوف مسألة بقى نمرة تسعة. نمرة عشرة اسف. خلصنا من تسعة. المسألة بقى نمرة واخدنا اه حاجات كتيرة على الباب الرابع. والباب التاني. اه الطبيعي. الباب الرابع اتكلمت فيه كتير والاحتمالات الباب التاني. وحتى من الباب الاول وهنا بتقدر نركز بقى على الباب الاول والتاني. واه الاول والتالت ان شاء الله. نشوف مسألة امرة عشرة. بيقول ازا كانت سجما سين بسا واربعين. وسجما صاد عشرين. وسجما سين تربيع متين وعشرين. وسجما صاد تربيع بخمسة واربعين. وسجما سين صاد بخمسة وتسعين ونون بعشرة. ايه ده? عايز معامل ارتباط الخط بين سين وساد بيساوي ايه? حبيب انا قلت لك لما يدي سجما سين وسجما صاد وسجما سين صاد وسجما سين تربيع وسجما صاد تربيع ايه ده? ده يعني تكتب قانون بيرسون. احنا قلنا اتنين من العلماء عاملوا موضوع الارتباط. دي دراسة احصائية بتشوف الارتباط ودرقته ايه? ونوعه ايه? بين متغيرين. تمام. انت عايز دلوقتي. يعني ايه? الراجل ده كل السجماات. عايز ايه? عايز اكتب قانون بيرسون وتعوض فيه وتقدر تربيع الالة وخلص شغلانة. لكن في حاجات نصحة شوية. افض الراجل علق منك نون. افض الراجل علق منك في المسألة سجما سين. تصرف ازاي? هيدي بديل عنها. عايز ادي حتة عن المتوسطين. متوسطان الحسابيان. سين بار وصد بار. ايه دولة? دولة مشكلة. طالب ما تبقاش عارفاهم. سين بار سجما سين على نون. لو ادك سجما بار وسجما سين. وعلاق لك نون. اقدر من ده عوض ده وعوض ده. يعني يبقى نون عبارة عن سجما سين هدي هنا وهدي هنا. ببسط على سين بار. اقدر اطلع نون. لان لو نون ما عرفتاش هتوقف المسألة. العينة اللي انا بشغال عليها نون. عددها كان. عينة من خمس اشخاص سبع اشخاص كده يعني. بيشوف الارتباط. ممكن يدي سين بار ويدي نون ويعلق منك سجما سين. الله طب لما يديدي سين بار وسجما وانا عندي سين بار. بتساوي سجما سين على نون. الدني دي ودي ادرى باخد تلفين فواسطين كده يبقى سجما سين عبارة عن سين بار في نون. وبالشكل ده قدر اجيب سجما سين عشان قدر اعوض في قانون بيرسون. دي الحاجات الفنية. يعلق منك نون العينة. العينة اللي اتعاملت الموضوع الارتباط من شخص. مش عارف عوض في القانون. علق منك سجما سين. يبقى من المتوسطين الحسابيين سين بار وسط بار قادر ان سين بار بتساوي سجما سين على نون وقدر اجيب. عايز نون وقدر اجيبها. عايز سجما سين قادر اجيبها. في الحالة دي لو عايز نون هيديك سين بار وسجما سين. لو عايز سجما سين هيبقى يديك سين بار ونون قادر اخلق سجما سين. وبالمس طبعا للصات. طيب. هنا الراجل طلع ظريف جدا يعني معلقش منك اي حاجة. مسا عايزك تكتب القانون وخلاص. يلا. يبقى نمر عشرة اولا عبارة عن ريه. بتساوي. ادي قانون بيرسون اسف نون سجما سين صاد ناقص سجما سين في سجما صاد عالجزل التربيعي لنون سجما سين تربيع ناقص سجما سين لكل تربيع الجزل التربيعي زي يوم عودش احفظ نون سجما صاد تربيع ناقص سجما صاد لكل تربيع وتبتد اتعوض ريه بتساوي طبعا نون هنا بعشرة ومديني كل حاجة يبقى عشرة والدهني سجما سين صاد بخمسة وتسعين سجما سين الدهاني باربعين بعود سجما صاد بعشرين الجزل التربيعي النون بعشرة سجما سين تربيع سجما سين تربيع اهي طبعا قلت لك مش سجما سين لكل تربيع دي حاجة ودي حاجة دي مجموع مربعات يبقى في امتين وعشرين اخد بقى سجما سين مجموع عمود سين اه يبقى اربعين لكل تربيع جزل تربيع النون بعشرة سجما صاد تربيع مجموع مربعات دي بخمسة واربعين نقص سجما صاد يعني عشرين لكل تربيع وتتوكل على الله وتبتلت تعملها بالقالة تضرب اه الحاجات دي كلها بالقالة وتضرب بالراحة هتلاقي العملية طلع بسيطة جدا سبعة وتمانين من مية يبقى هنا تطلع سبعة وتمانين من مية اللي هي هال موجودة اه اللي هي نمرة به طبعا ده ارتباط طردي قوي طردي لو قال لنوعه طردي ودركته قوي ايه الاجابة نمرة به الاجابة نمرة به عملية بسيطة طيب افرد لدك السجمات وقال لك هات قيمة صاد عندما سين بتمانية باستخدام خط انحضار مناسب ممم بيكلمت ده على معدد خط الانحضار معدد خط انحضار صاد على سين ماشي طب انت عارفك المعادلة دي ايه هي اه عارف ان معادلة خط انحضار صاد على سين وانا قلتها لك صاد بتساوي به سين زائد الف بيه دي معامل انحضار به معامل انحضار صاد على سين اللي بقى لك طب به دي لها قانون اه قانونها ايه اللي هو الميل اللي بيحدد نوع الارتباط بتاع الخط المستقيم معامل الحضار وفي نفس الوقت يعتبر ميل الخط المستقيم هل هو طرد اللي هو العكسي زي ما اكلمنا في موضوع الانتشار بتقول ايه بقى به خد البص بتاع برسن نون سجماسين صاد ناقص سجماسين في سجماسات كل ده انا عارفه من برسن وخد المقام الاولاني من غير جزر يلا يبقى نون سجماسين تربيع ناقص سجماسين لكل تربيع وعوض شغل انا سهلة جدا قلنا النون بعشرة ودي بخمسة وتسعين وسجماسين باربعين في عشرين عشرة في سجماسين تربيع بمتين وعشرين ناقص اربعين تربيع كده حبيبي انت طلحت به وبالالة هتلاقي به هتطلع آآ به بخمسة وعشرين من مية تمام عايز اجيب الف يلا هو مين هنحضر بتاعي تاني صاد على سين يبقى سجماسات ناقص به اللي انا طلحتها سجماسين على نون ده قانون الف ماشي السجماسات بكام سجماسات انا شايفها كده بعشرين البيع جايبها بكام بخمسة وعشرين من مية سجماسين انا شايفها باربعين من غير ما تقعدت بص ولا توجع دماغك النون بكام بعشرة تمام يعني عشرين عشرين ناقص ادي سفر دي مية خمسة وعشرين فاربعة العلامة بعد الرقمين على عشرة يعني تطلع عشرين ناقص عشرة على عشرة يعني كناها عشرة على عشرة تطلع الالف بواحد كلام جميل يعني معادل الخط الانحضار صاد بتساوي بهسين زائد الف مش كده البيع بكام يا حبيب انا جايبها يعني صاد بتساوي خمسة وعشرين من مية سين والالف تلعب واحد بالالة بحساباتك اي حاجة المهم ما تغلطش الراجل في السؤال قال لي ايه قال لي هتكمل صاد لما سين بتمانية اه يبقى هنقول له عندما سين بتساوي تمانية يعني صاد بتساوي خمسة وعشرين من مية السين بتمانية عاوى بقى في معادلة الخط الانحضار اسمها معادلة خط انحضار صاد على سين زائد واحد خمسة وعشرين في تمانية اه تطلع اتنين والعالمة يعني تطلع اتنين صحيح زائد خمسة وعشرين من مية في تمانية تطلع اتنين صحيح زائد واحد تطلع صاد بكام بتلاتة عملية سهلة جدا جدا وزي ما قلت لك تحسبها بالدماغك تحسبها بالالة اه هل التلتة دي موجودة اه اللي هي الاجابة نمرأ الف يبقى انا كده رجعت لك بيرسون برضو تاني ورجعت لك معادلة خط انحضار صاد على سين وقلت لك بيرسون والحيل بتاعته واستخدام المتوسطين لو هو علق منك متوسطين سين بار وصاد بار لو علق منك نون ولا سيجمال سين وكانت المسألة عبارة عن سيجمال طب افرد مدكش سيجمال هادي الجدول وانت تفصل جدول يعني ازاي انا قلت لحسة اللي فاتل برضا قلت ان ممكن ادي كده جدول عايز الاتباط بين سين وصاد ودي ارقام اه وبعدين عايز معامل الاتباط بتاع بيرسون هنفصل جدول يبقى سين صاد سين صاد سين تربيع صاد تربيع واجيب سين وصاد هي المسألة نقلها بدر بالعرض نقلهم بالطول سين في صاد الرقم ده هضربه في الرقم ده اديني ده اربع الاولاني اديني سين تربيع اربع التاني اديني سات تربيع واجيب سجما سين سات سجما سين تربيع اجمع العمود يعني كل عمود سجما سات تربيع وكتب القانون عاود يبقى مسألة بيرسون انت ضمنها في الامتحان يا ادك سجما وريحك يا اما ادك جدول تعمل انت الجدول تفصله على اساس تقدر تجيب السجما اللي هتعاوب بيها في قانون بيرسون ومعادة الحضار علمته لك تمام يبقى يتيجي يا سجما يديك جدول وانت تكون جدول نشوف مسألة براحداشر يبقى دي كانت مسألة على بيرسون على الباب الاول مستمر برضو في الباب الاول برجعه لك برضو سبيرمان نشوف مسألة تانية على كده بيقول من بيانات الجدول الاتي بيديك سين وصاد ومديك قيم هات معامل ارتباط الرتب بتاع بيسموه معامل ارتباط الرتب بتاع وانا قلت لك الرتب بتاع نرتبية ترتيبية تنازولية تصعودي لسين ولصاد معا يعني ارتب الاتنين مع بعض سين والصاد رتبية تنازولية سين والصاد رتبية تصعودي. وقلت لك هتفصل جدول بنقول سين صاد رتب سين رتب صاد فيه فيه تربية ده لازم تبقى عارف البيانات بتاعت الكتب. نشوف كلا مع بعض ازاي نحلها مع بعض. يبقى معامل ارتباط الرتب يبقى ده قصده على مين القدق قلتلك القدق برسم ليه? لانه بيعتمد على القيم مش على رتب. فاضاق مين بيطلع فرق بسيط واحنا عارفين مساء الرياضة لازم منحله حل وحل اخر يطلع نتجين زي بعد هنا يطلع فرق بسيط وقلت لك ده بيجي في اه اه تحديد اه الدرجة يعني عامل رمج مسلا من اربعين من المية لحد ستين مية ده اه يعني ضعي اه متوسط ومن ستين لتسعة وتسعين في الرنج ده قوي. فمسلا جات لك مسلا سبعة وتمانين زي اللي جاب زي اللي جابها تسعين سبعة وتمانين من مية زي تسعين من مية ده قوي. فبقى الفرق البسيط ده اه انت تقريرك في النهاية بتعمل تقرير بتدي له ده ارتباط مسلا طردي قوي. سواء خد سبعة وتمانين مية خد تسعين من مية الناتج بتاع ريه. اللي اتنين واحد المهم التقرير الاخير في الاحصاف. طب نشوف بقى مسألة اه طبعا ما يقول لسين امسك سين كده لان امرأة حتاشر. سين سبعة اربعة اتنين تمانية ستة اتنين. هجيب روتاب سين بالراحة كده. هلقت بترتيب ترنزولي? ومساءل التقديرات برضو سبيرمان. يبقى برضو روتاب بتاعت سبيرمان. تقديرات او آآ يقول لك هيعمل بطريقة بيرسون لقيم. طيب او معامل رتباط روتاب بوردو سبيرمان. هلقت بترتيب تنزولي ده اول واحد بشغل اول مكان يبقى دي اول واحدة. اقل منها مين? سبعة يبقى ده المكان التاني الرتبة التانية. ستة يبقى تلاتة. براتب ترتيب تنزولي يخلي بالك معنا يا حبيبي. وبعدين الاربعة هتيجي آآ المكانها الرابع يبقى رتبطها اربعة. لكن عندكم امتين اتنين واتنين. ده ما كانوا الخامس والسادسة. يبقى باشغل الاماكن الاول. واجيب المتواصل بتاعهم. خمسة وستة. حد عشر. على الاتنين. يبقى خمسة ونص. لو تلات كام زي بعضيهم نجيب متوسط الرتبة. نقسم على تلاتة. لو اربعة كام نقسم على ايه? اربعة. يبقى خمسة وستة. حد عشر على الاتنين. يبقى الرتبة هنا تبقى خمسة ونص وهنا خمسة ونص. ادي كده لاتبت سين? عملكة وسيطة. صاد رتب صاد. صاد بتلاتة ستة سبعة تلاتة ستة خمسة. هنا هنا لاتبت التنازولي. هنا لاتبت برضو التنازولي. اعلى حاجة يبقى سبعة يبقى نين مرة واحد. ستة في حاجتين. يلا نجيب المتوسط الرتبة يبقى ده مكانه التاني وده التالت يبقى تلاتة خمسة. خمسة على اتنين يبقى هنا اتنين ونص وهنا اتنين ونص هنخش بقى على الرابعة اللي هي تعتبر الخمسة. تبقى دي الرابعة بعد الرابعة دي خمسة ودي ستة عشان رتبتين آآ قيام بتاعتهم زي بعضيهم. نجيب رتبة متوسطة خمسة وستة حداشر على اتنين خمسة ونص ودي خمسة ونص عملية بسيطة ببتدي بقى اعمل الجدول الجدول ده بتاع زي ما انت شايف كده سين صاد رتب سين رتب صاد فيه فيه تربيع وفيدي الفريب الرتب سين رتب صاد ادي سين صاد رتب سين رتب صاد فيه فيه تربيع. وهنا سبعة اربعة اتنين تمانية ستة اتنين هنا تلاتة ستة سبعة تلاتة ستة خمسة. واخد الرتب اللي انا عملتها اللي هي في المربعات دي بنفس الترتيبها كده اتنين اربعة اتنين اربعة خمسة ونص واحد تلاتة خمسة ونص والتانية خمسة ونص اتنين ونص واحد خمسة ونص اتنين ونص اربعة. فيه دي عبارة عن ايه حبيبي? رتب سين ناقص رتب صاد. احنا بنحل في مسألة امرة احداشر. يعني اتنين سالب خمسة ونص يديك سالب تلاتة ونص مش عارف اعملها بالقالة هنا اربعة يبقى واحد ونص هنا دي تبقى خمسة يبقى دي اربعة ونص واحد نقص خمسة ونص يبقى سالب اربعة ونص دي هتبقى بواحد اه تبقى بنص تلاتة شد منها اتنين ونص يبقى نص دي تبقى واحد ونص طيب انت عملت كده وعاية ستاكد بقى مسألتك صح ولا غلط لازم عمود فيه ده يطلع بصفر طب دي هتروح مع دي يبقى دول هيروح مع بعض واحد ونص نجمع الموجة واحد ونص ادي تلاتة ونص يبقى تلاتة ونص من تلاتة ونص يبقى المجموع بصف تعرف ان ترتيبك صح ومسألتك صح لازم العمود ده لازم العمود بتاع لازم عمود فيه بيساوي سفر مجموع عمود مجموع عمود آآ فيه لازم يطلع بكام بصفر تمام تبتدي بقى اتطرب كل واحدة تلاتة خمسة تلاتة خمسة يبقى خمسة وعشر معنا الاتنين سبعتاشر خمسة وتلاتين عشرة يبقى خمسة اتناشر اتنين واحد دي تطلع اتناشر وخمسة وعشرين من مية ودي اتنين خمسة وعشرين من مية ودي خمسة واربعين خمسة واربعين خمسة وعشرين معنا الاتنين اتنين وعشرين مية وتمانين خمسة اتنين عشرة معنا الواحد اتنين دي تطلع عشرين خمسة وعشرين من مية والازياء تحت برضو نمانين اضربها في مساء ودي تبقى خمسة وعشرين من مية ودي اتنين وخمسة وعشرين من مية نبتزي بقى نجمع. عامل لها بسيطة. دي لما تجي تجمعها هتطلع في الاخر بعد التجميع هتطلع سبعة وخمسين ونص. سبعة وخمسين ونص. تمام. سبعة وخمسين ونص. يبقى هنقول ريه بقى 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 قانون بيرسون آآ بقانون ريه بقى نحافزه ريه بتسوي واحد نقص ستة سجمة فيه تربيع على نون في نون تربيع نقص واحد. واحد نقص ستة سجمة فيه تربيع اللي هي سبعة وخمسين ونص. نون العينة كام واحد كام واحدة نون دي بكام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى العينة من ستة نون تربيع على ستة في ستة وتلاتين نقص واحد. دي لما تيجي تعملها تطلع سالب اربعة وستين من مية. هل يا طرى موجودة? اه. الاجابة نمرة الف. وكده رجعنا الباب الاول كله. ومعدة الانحضار وشكل الانتشار وكل حاجة فيه. نشوف بقى مسألة تانية. نمرة اتناشر مسألة ما اتناشر على الباب الرابع برضو عشان انا عايز اعلمك ازاي تجيب ميو مسلا. ازا كان سين متغالعة شواء طبيعي متوسطه ميو او سجما يطلبها مسلا منك وانحراف المعالي سجما بيسوي خمسة عايز لمسين اكبر من واحد وعشرين بيسوي الكلام ده لمسين نمرة اتناشر لمسين اكبر من واحد وعشرين بتسوي سبعة تمانية خمسة واحد علامة يلا اول ما بلاقي سين بحولها المين لصاد يبقى لم سين ناقص ميو على سجما اكبر من واحد وعشرين ناقص ميو على سجما بتسوي سبعة تمانية خمسة واحد علامة دي تبقى كام يا ابني دي تبقى صاد اكبر من واحد وعشرين ناقص ميو انا مش عارفها لكن السجمة بكام? بخمسة. وخلاص بقى هنا عسادزة اكبر وهنا اقل من النص واحد من عشر ده اقل من نص اكبر واقل مختلفين يبقى هرسم في الموجب. على طول. هزل القصد في الموجب. يبقى هنا واحد وعشرين نقص ميوم. هحطة حددها في جزء الموجب. واكبر يعني جزئية دي. الله خلاص بقى هنا عارفين. هقول نص. احتمال مساحة بتاعة نص منحنة. ناقص البيض يطلع السواد. يلا يبقى نص ناقص عبر عن جزء اللي بيض. لام صاد زغير كبير. تاني لام صاد زغير كبير. يبقى لام صاد زغير سفر هنا كبير واحد وعشرين نقسميه على خمسة. بتسوي سبعة تمانية خمسة واحدة. خلاص عزف ان الموضوع نود دي بالسالب. يبقى سالب زيرو صاد واحد وعشرين نقسميه على خمسة. هيبقى سبعة تمانية خمسة واحدة. لما هنقص خمسة. هنحط تلات تصفر ونطرح يبقى دية تلاتة تسعة يبقى واحد. آآ تسعة يبقى هنا اربعة. يبقى اربعة يبقى تاتا. ماشي. طبعا بالسالب. السالب ده هيروح مع السالب ده. تمام? ميومة زي كاف. يبقى لازم معها محتاجة كشف عكسي. الكشف بتاع التلاتة اربعة واحد تلاتة خلاص اتهارنا منه. تلاتة اربعة واحد تلاتة علامة هيبقى عند الواحد تحت السفر. يعني كمته واحد. يبقى هنا واحد. واحد وهنا واحد وعشرين نقسميه على خمسة. يبقى ازا واحد وعشرين نقسميه على خمسة. الكشف العكسي بتاع تلاتة اربعة واحد تلاتة علامة. بيطلع بواحد. يبقى اضرب طرفين فين? في وسطين. واحد وعشرين نقص ميو بساوي خمسة ودي للنحية التانية. يبقى عبارة عن سالب ميو. خمسة ناس واحد وعشرين تطلع السالب ستاشر. شدي السالب مع السالب. الله بقت ميو تطلع بستاشر. عمل ايه سهلة جدا. هل الستاشر موجود اهم? اه فين بقى الستاشر? نمر ديل. عمل ايه سهلة? وعلمتك لكزا مرة. عايز سابت. عايز ميو عايز سجمة. اعرف ان انت هتعمل كشف عكسي. وبنلعب اللعبة بتاعتنا لما تكون متباينة اكبر والقيمة بتاع المدهالك الرقم المساحة المدهالك هنا هو اقل من النص اكبر واقل واقل واكبر من النص يبقى مختلفين نحط المجهول نحدده عشان يحس بالمساحة في الجزء الموجب ولو اكبر واكبر من النص واقل واقل من النص يعني هنا اكبر وهنا اكبر من النص او اقل واقل من النص نحط المجهول هنحطه في الجزء السالب عشان نحدد المساحة والنادج اللي بيطلع دي له سالب عشان انا حكمت عليه بالجزء السالب بتاعنا. تمام. عملية سهلة بفشأة. نشوف بقى الباب آآ الباب التالت. ما تكلمناش عليك خالص النهاردة غير خدنا منه ميو خدنا منه سجمة. نشوف الباب التالت بقى شوية كده. يبقى الباب الاول يتراجع كله. الباب التاني يتراجع كله الاحتمالات خدنا بالصفاء ده. الباب الرابع آآ جبت كله افكاره. الباب التالت بقى احنا اخدنا افكار آآ في الحصة اللي فاتت فيه وهنكملها دلوقتي برضو. عملية سهلة هو بسيط. ازا كان سين متغير عشوائي متقطع توزيع الاحتمالي يعطى بالجدول. ايه لقاتي? سين ره? سلب اتنين وواحد واتنين واربعة. وده اللي السر ره? تم نص كاف تم. حبيبي ده متغير عشوائي متقطع يعني يمكن حصره. وانا قلت لك فيه متقطع وفيه متصل. المتصل ده بنجيب الاحتمال عن طريق المساحة. لكن المتصل ممكن حصره. يعني ازاي? معروف ان مجموع قيم احتمالات ده للسر ره دي كلها بتسوى واحد. خلاص قادر اطلع كاف. ماشي? يبقى نقول له. نمرة تلاتاشر. مجموع قيم دل السر ره. اللي هي تم زائد نص زائد كاف زائد تم اللي بتسوى واحد. مجموع قيم احتمالات دل السر ره دي كلها مفروض تسوي ايه? الواحد. واحنا قلناها في الشرح قبل كده. بس حبيبي. ادي تم. ودي تم يعني ربع. ونص يبقى تلات اربع. ودي الناحية التانية. اطراحه من الواحد يطلع ربع. يبقى كاف على طول بربع. عملية بسيطة. هل الربع ده موجود? نشوفها كده? اه دل. يبقى الاجابة دل. ده كده اولا. تحسبها بالآلة تحسبها باي حاجة برحتك. تمن وتمن الربع مع النص يبقى تلات تربع وديها ناحية التانية ترحم من الواحد الصحيح يطلع ربع. واحد نقص ثلاث تربع يطلع ربع. الراجل بقى عايز التباين. اه. التباين يعني سجمة تربيع. هنتطر ده متغير عشوائي. متقطع. قلت لك نكون جدول من اربع خنات. افكرهم? افكرك. ادي سره. ادي دل السره. سين ره في دل سره. سين ره تربيع في دل السره. عمل اياه سهلة جدا. سره اللي هو الجدل اللي هو مدهولك. المتقطع ده سالب اتنين واحد اتنين اربعة. سالب اتنين واحد اتنين اربعة. وهي هنا اللي احتمل تمن ونص. والكافل اللي احنا اجبناها بربع. وهنا تمن. سره في دل السره يعني اضرب الاول في التاني. سالب اتنين في تمن يديك سالب ربع. الاول في التاني يديك العمود التالت. يبقى ده العمود التالت الاول في التاني. على طول. العمود الرابع الاول في التالت. لان السين في السرية يديك سرية تربيع. يبقى الاول في التالت على طول. هنا الاول في التالت. يبقى ازاي اجيب العمود التالت اول في تاني. يدي التالت. اللي هو سرية في ده السرية. طب ازاي اجيب العمود الرابع سرية تربيع في ده السرية. يبقى الاول في التالت. واحد في نص قدي نص. نقلي بالك. اتنين في ربع يبقى هنا هنطلع بنص. دي ربع اربعة في طبن يطلع نص. اضرأ بقى الاول في التالت. سلس في سلس بموجة بالتنين معادي يطلع نص. واحد في نص بنص. ده معادي يطلع واحد. هنا يطلع اتنين. تمام. هنجيب بقى اللي هو مجموعة العمود التالت. كده عندي نص ونص ونص يعني واحد ونص. شيل منهم ربع. يعني واحد وربع. واحد ونص شيل منها ربع بواحد وربع. يعني خمسة على اربعة. واحد وربع يعني خمسة على اربعة. تمام. ادي نص ونص دي واحد وواحد يبقى اتنين واتنين يبقى هنا المجموعة اربعة. تمام? يبقى انا عايز التباين. مجموعة العمود الرابع اللي هو سجمة سين ره تربيع. في دل السين ره. ناقص ميوتر بيع. ده قانون السجن التباين. مجموعة الرابعة. ميوتر بيع. مجموعة الرابعة اربعة. ميوتر بيع. اللي هي عبارة عن خمسة على اربعة الكل تربيع. يعني اربعة نقص خمسة وعشرين على ستاشر. وتعملها بقى بالقالة برحتك. هتطلع. اتنين هتطلع واحد ونصف. تطلع واحد. تطلع اتنين واربعة من عشر. تطلع اتنين واربعة من عشر. يعني ستاشر فاربعة فاربعة وستين. شين منها خمسة وعشرين يبقى دي اربعة تاشر يبقى تسعة دي تلاتة. خمسة يبقى تلاتة تسعة وتلاتين على ستاشر. فيها الاتنين اتنين وتلاتين يتبقى تلاتة يتبقى آآ سبعة. حط السيف يطلع علامة يبقى فيها الاربعة باربعة وستين يعني تطلع اتنين واربعة من عشر مزبوطة تمام. يبقى سجمة تربيع اتنين واربعة من عشر. هل موجودة التباين اه اتنين واربعة من عشر. اللي هي نمرة الف. عايز الانحراف المعياري خد الجزر للتباين ايه ايه الانحراف المعياري بطريقة بسيطة. طيب لو عايز معامل الاختلاف بالمناسبة يبقى سجما على ميوف مية في المية. سجما على ميوف مية في المية. نشوف بقى مسؤالة النمرة اللي فاتل كانت نمرة تلاتاشر دي نمرة اربعتاشر بقى. يلا هي جات معامل الاختلاف. بيقول ازا كان سين متغير عشوائي متقطع تباينه يساوي اتنين وستة وخمسين من المية. ومعامل الاختلاف ليه بيساوي اربعين في المية. هات متوسطه يعني عايز ميوف او طاقه. يا ابن انت عارف قانون معامل الاختلاف? اه استاذ عارفه. ايه هو معامل الاختلاف? عبارة عن سجما على ميوف في مية في المية. معامل الاختلاف الراجل متدهولك اربعين في المية. السجما اللي هي. تباينه اتنين وستة وخمسين من مية. يعني انا دلوقتي عايز اجيب جزرها. ماشي. يبقى تنين وستة وخمسين من مية. جزرها اطلع واحد وستة من عشرة. تمام? يبقى الميوف بقى اللي انا عايزها في مية في المية. يبقى انا كده اخدت الجزر عشان هو اداني التباين. شوف انا بيضحك علي ازاي? اداني تباينه. يبقى اخد الجزر عشان اجيب سجما للسندرد فيجن. شيل علامة في المية مع علامة في المية. ايه دي? طب هنا دي اربعين واحد وستة من عشرة على ميوف في مية. يعني العلامة دي على عشرة يبقى تشيلها السفر مع مع العلامة. ايه ده? السفر ده مع السفر ده. ودي مع دي فيها الاربعة. يعني ميوف تطلع بكام. ميوف تطلع باربعة. هل الاربعة موجودة? اه? حملية بسيطة مفاش اي مشاكل. يبقى الميوف تلعت بكام? باربعة اجابة امراجيم. او تقسم ده على ده براحتك بقى بالقالة على مزاجك. اه طيب علامة في المية رحت مع علامة في المية هنا دي من عشرة يعني شلت العلامة دي مع سفر والسفر راح مع السفر ودي مع دي فيها الاربعة. طرفين في وسطين تطلع ميوف باربعة وعملية سهلة. نشوف نمرة خمستاشر. يعني المسألة اللي فاتت اجابيتها اربعة ودي نمرة جيم. نمرة جيم. نمرة جيم. الف وبيه حدثين من فضاء عيانة لتجربة عشوية. مديني لام الف ولام به. ومديني الاتحاد. بيقولك هل الف وبيه حدثين مستقل لين? ايه ده? ده على احتمال الشرطي. ماشي. لم قلبي سوي نص. طبعا دماغ شغالة كل الابواب فاهمها. اللي امتحاناتها تيجي سهلة ما فيهاش اي مشاكل بتقيس النواتج التعلم بتاعتك. وعصابك تكون هادية. وتفهم ما فاهم كل باب. مخرجاته ايه? والنواتج التعلم بتاعته ايه? هتلاقي العملية باعت سهلة. يعني ما فيش حاجات صعبة جاية ان شاء الله. بس افهم نواتج كل باب بيخاطب انت فاهم مش حافز. لازم تكون فاهم مش حافز. طيب. حاجة زي كده. بيقولك هل دول ما مستقلين ولا مش مستقلين. طبعا انت فاهم مع وضوع مستقلين ولا لا? ايه نواتج التعلم هنا? لازم تسأل نفسك في اي مادة. نواتج التعلم بتاع تقول لباب هتفيدك في اي مادة. اطلحها واعمل ملخص لنفسي بتاع اي مادة بذكرها? ايه نواتج التعلم بتاع الباب ده? ايه مخرجاته? ايه ايه هدفه? ايه اللي تعلمته من الباب ده? هتلاقي العملية سهلة. طيب. بقولك ايه? انا عشان احكم هل مستقلين ولا لا? يبقى لازم لم الف تقاطع به? يساوي لم الف في لم به? احتمال وقوع الف ما بيقصرش على به. حدثين مستقلين. نتيجة احتمال ده لا يؤثر على نتيجة احتمال التاني. لو ظهرت النتيجة دي كده التقاطع زي لم الف في لم به يبقى المسألة صح. هتطر بقى انا قلت لك العلم اللي احتمال ده علمه قوي وجميل ويدفعك في حياتك العملية. الاحتماليات مهمة جدا في حياتك بعد كده في الجامعة. ادي هنا الف اتحاد به. طب ما انا فوق قانون اي حاجة ليها قانون افكها ادي سر الاحتمالات. ايه ليه قانون افكه? لم الف اتحاد به عبارة عن لم الف زائد لم به. ناقص لم الف تقاطع به. ده بكيب يا حبيبي تمانية من عشرة وده بنص وده بستة من عشرة وهنا لم الف تقاطع به هجيب ده بالموجب ودخل ده بالسالب. وفي ناس تبقى حافظ القانون التقاطع تقول لم الف زائد لم به نقص الاتحاد. كله صح. كله عادي. ايه المهم يا ابني خمسة من عشرة زائل ستة من عشرة نقص سمينة من عشرة تطلع تلاتة من عشرة. ده التقاطع. التقاطع تلع تلاتة من عشرة. هل يا ربي لو ضربت لم الف لم به يطلع تلاتة من عشرة? يبقى في الحالة دي له مستقل ليه? اه مستقل ليه. لم الف بنص. ولم به بستة من عشرة. اضربهم. خمسة في ستة بتلاتين العلامة بعد رقمين. يعني تلاتين اكناها زي تلتة من عشرة هي تلتة من عشرة. اه يبقى التقاطع. تلع لم الف تقاطع به? بيسوي لم الف في لم به. نتيجين دولة زي بعض. يبقى ازا الحدسان مستقلين. عملية جميلة. هل انت فاهم معنى حدسين مستقلين? نتيجة الاول ما تقصاش على نتيجة التاني. اه اه حدسين يعني كل واحد لوحده. زي المسألة اللي هما دخلوا امتحان قيادة سيارة. واحد شخصين كل واحد احتمال نجاحه مش هقص على التاني. ستة وراجل هيعيشوا ولا ده هياخد من عمر ده ولا ده هياخد من عمر ده. يبقى ده حدسين مستقلين. يبقى لازم تقطعهم بيساوا احتمال الاول في احتمال التاني. وسبت لك ان اللام الف تقطع به تلع زي لام الف لام بيه? اضع احكم واقول للحدسين مستقلين. نشوف نمره ستاشر. عملية سهلة. والاحسى مادة زريفة كده وحلوة. ما فيهش مشاكل. والمواد كلها حلوة. وتاخد العملية ببساطة في الشهر ده. يعني عصابك هادية. تدعي من ربنا نيديك الصحة واسترها معاك ومع اهلك. ويدي فهمك. وتطلع على كل باب في مخرجات التعلم بتاعته والنواتج التعلم بتاعته دي ايه? وافهم كل باب في كل مادة بيحكي عن ايه بالزبط? ما فيش سؤال هيهرب منك. وما فيش اسئلة نقول عليها دي يعني صعبة خالص ولا? لا. كلها من نواتج التعلم بفكر جميل. عايز طالب يكون فاهم. مش حافظ. انت فاهم الموضوع ده ولا لا? نواتج التعلم بتاع الموضوع بتاعت كل باب ايه? كلام من ده. نشوف مساء المستاشر. ازا كان سين متغير عشوائي متقطع. ماشي. توزيع الاحتمال يتحدد بالدلة. ده على الباب التالت برضو. دل السين بتسوي سين زائد الف على ستاشر. فان قيمة الف بتسوي ايه? كلام جميل. متقطع يعني ممكن الحصر. انت يا عم دينا قادي نملة ستاشر. ده اللي تسين. قايل لك بسين زائد الف على ستاشر. المادة هنا سلب اتنين وسلب واحد وواحد واتنين? نعوض. يلا. يبقى نعوض عن سلب اتنين ونعوض عن سلب واحد. ونعوض عن واحد ونعوض عن الاتنين. في التوزيع الاحتمالي ده. يلا شيل سين بقى وعوض بسلب اتنين يبقى سلب اتنين زائد الف على ستاشر. التانية يبقى سلب واحد زائد الف على ستاشر. التالتة واحد زائد الف على ستاشر. انا يا حبيبي بشيل سين وعوض عنها. هشيل سين وعوض عنها باتنين يلا. اتنين زائد الف على ستاشر. مفروض مجموعة قيم ده لسين بتساوي ايه? ده لسين بسواحد. ماشي يعني ده كل بسواحد عشان ده طلع قيمة الف. يعني قدر اقول يلا سالب اتنين زائد الف. وسالب واحد زائد الف. واللي وراها واحد زائد الف. واللي وراها اتنين زائد الف. الكلام ده كله مقام واحد ستاشر. الكلام ده مفروض بيساوي واحد. مجموعة الاحتمال دي كلها بواحد. سالب اتنين وسالب واحد هيروح مع سالب واحد. مع موجة بواحد وسالب اتنين هيروح مع الاتنين. الف والف 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 يبقى اربعة الف على ستاشر. بسواحد طرفين فواسطين يبقى اربعة الف بيساوي ستاشر. يعني الالف يطلع بكام? ستاشر على الاربعة فيها الاربعة. هل الاربعة يبقى الالف بيساوي اربعة? هل الالف ده موجود? كمته? اربعة فعلا اهي. ودي تعتبر اجابة ايه ده? عايز ان الحراف المعياري لا يا عم هتر اللي انا اكون الجدول بتاع الاربع خنات علشان قدر اجيبه من القانون على طول. بس عشان ما تطلع بطش. يلا. يعني اه نقول ادي الانحراف المعياري هنعمل الجدول بتاعنا سين ري. اسهلك بدل ما اتعوض دل السر سين ري في دل السر سين ري تربيع في دل السر وهنا سلب اتنين سلب واحد واحد اتنين وهنا طلعت الاولانة طبعا هنبتدى نعوض عن قلب اربعة عوض عن قلب اربعة اربعة سلب اتنين يبقى اتنين على ستاشر. اتنين على ستاشر. والقلب اربعة عشرين من واحد يبقى تلاتة على ستاشر. يا جمالها لما يبقى المقام موحد حلو قوي. واربعة واحد يبقى خمسة على ستاشر. وهنا القلب اربعة واتنين يبقى ستة على ستاشر. بسيطة. اضرب بقى يبقى سلب اربعة على ستاشر. الاول في التاني سلب تلاتة على ستاشر. خمسة على ستاشر. دي بديه يبقى اتناشر على ستاشر. تمام. الانحراف المعادة هو جزر التبايم. ماشي. ربع دي بقى. اه هنا. اما هي ترابط تبقى ستاشر على متين ستة وخمسين. وما ترابط دي يبقى تسعة على متين ستة وخمسين. اما ترابط بعضي خمسة وعشرين على متين ستة وخمسين. دي اما ترابط مية اربعة واربان على متين ستة وخمسين. هاجي بقى سجمة تربيع. طبعا الاول التباين. شوف بقى بقى المقام متوحد. تبقى سهلة. اتناشر وخمسة يبقى سبعتاشر. سبعتاشر منها السبعة يبقى عشرة على ستاشر. ماشي. ده ميون. تعال هنا. ستاشر ومية اربعة واربعين. الستاشر مع مية اربعة واربعين يبقى مية وستين. مية وستين. وخمسة وعشرين. يبقى مية خمسة وتمانين. مية خمسة وتمانين. اه مية اربعة وتسعين بقى يتبقى مية اربعة وتسعين. كلها على متين ستة وخمسين. ماشي. يلا يبقى مجموعة الرابع سجمة. سره تربيع في دل سره. ناقص ميوتر تربيع. مجموع ده يطلع مية اربعة وتسعين على متين ستة وخمسين نقص متر تربيعي اللي هي عشرة على ستاشة الكل تربيع. هيتطلع ناتج. الناتج ده بقى هتربعه يبقى دربعة تسعة واحد على تنين ستة خمسة. دي مسразу ما هترابعه يبقى مية على متين ستة وخمسين. دي تطلع عربعة وتسعين. ما نطرح على متين ستة وخمسين. عملية تمام تمام. يبقى العملية سهلة. لما تيجي بقى تاخد الجزر. هيطلع عن سجمة عبارة عن آآ واحد وخمسة واربعين من ميز. اللي هي جزر التباين. عملية بسيطة وتحسبها بالآلة. تعمل اي حاجة براحتك بس تكون العملية مزبوطة. نشوف بقى نمرة سبعتاشر بالموقع يخلص. دي على اخر حاجة المتصل. دل السين بتسوي تمن سين زائد كاف. المتصل هنجيب مساحته عن طريق الاحتمال عن طريق المساحة. بيقول لي هنا دل السين بتسوي تمن في سين زائد كاف. ازا كانت سين متغرعة شواء متصل دلت كسافة الاحتمال ليه ده. ومحصورة سين بين اتنين واربعة. نجيب دلت اتنين انا علمتك ونجيب دلت اربعة يعني نجيب اه الشكل كله. يبقى تمن وحط اتنين يبقى اتنين زائد كاف. شلسين وحط اربعة يبقى اربعة زائد كاف. مفروض عشان هطلع كاف. مفروض المساحة كلها دلت كسافة. يبقى الاحتمال بتاعها بكيام بواحد. يعني هقول. عبارة عن اه في اتنين زائد كاف زائد تمن في اربعة زائد كاف. قلنا قانونها على اتنين في الفرق بين الاربعة والاتنين. تبقى اتنين. الكلام ده كله بيساوي واحد. شل الاتنينات. هاخد طبنا عامل مشترك. اتنين واربعة يبقى ستة زائد اتنين كاف. بتساوي واحد. وقت دي ناحية التانية اضربها. يبقى ستة زائد اتنين كاف. بتساوي تمانية. عشان هو تقرب يخلصها. انواق دي ناحية التانية بقى اتنين كاف. بتساوي واحد. هل يطارة كاف بتسوي واحد موجودة? اه. وقلنا دي بتمثل مساحة شبه منحرف. يعني ادي لما اجي اعمل كده. ادي شبه منحرف. اه ادي اللي اتنين هطلع بمقدار اتنين زائد كاف على تمانية. والا اربعة اربعة زائد كاف على تمانية. ويدين منزل شبه منحرف. وطبعا عارفينه اللي احنا ميجيب الدلة الاولى زائد الدلة التانية على اتنين في الفرق بين هو ونسويها بالواحد. نشوف بقى المطلوب 250 عايز لمسين اقل من ثلاثة يعني ايه اقل من ثلاثة يوم ما هنا المساحة اقل من ثلاثة يعني من ثلاثة اقل من ثلاثة. ماشي يبقى احنا هنا. اقل من ثلاثة يعني هتروح لحد واتنين. ماشي. يلا. يبقى دلت سين بتساوي. اه نكتب المسألة في سين زائد كاف. احنا قلنا الكاف طلعناها بواحد الكاف طلعناها بواحد ماشي. هجيب بقى دلت تلاتة. يعني عبارة عن دي بتلاتة والكاف بواحد. يعني تطلع اربعة على تمانية. اقل من تلاتة يبقى راح لحد الواحد. يعني آآ لام سين اقل من التلاتة. هنقول له دلت اللي اتنين اللي انت كنت جايبها. دلت اتنين طم في اتنين زائد واحد. يعني تلاتة على تمانية. تلاتة على تمانية. ودلت التلاتة اربعة على تمانية على اتنين. في الفرق بين تلاتة واتنين يبقى واحد. سبعة على ستاشر. موجودة في الاختيارات سبعة على ستاشر. كده حبيبي انا رجعت لك كل منهج الاحصى. وشرحناه في الحلقة قبل كده. والنهاردة ديتك مسائل عليه كله تاني. والعملية سهلة. وكل اللي بنتمنى ان اللي انت تخلي بالك. آآ الباب الاولى اللي بيحكي على معامل الارتباط. عارفنا برسل وسبيرمن ومعادلة الاحضار. الباب التاني عن الاحتمال الشرطي واخدنا قوانينه. الباب التالت على المتغلات العشوائية المتقطعة والمتصل واخدناه. والباب الرابع على التوزيع الطبيعي وازاي نحاوله المعياري. ونكشف الجدوة اللي هو سهلة جدا. وكل المواد سهلة. كل اللي بتمنى من ربنا ان هو يديكم الصحة. وتستثمروا كل دقيقة وكل لحزة في آآ هذا الشهر. وان شاء الله ربنا وفاقكم وللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.